السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس لهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شو بير دي زيت اليوم الحصة تعنا وين غادي نتكلموا وين على الناس اللي نقولوا باللي كولاسة صح كاينة كولاسة مصر خاصة المصريين خاصة المصريين وين هي وين اللي نقولوا باللي اللقجة وين حاول باللي خمس مباريات يكونوا عنده في المغرب مباراة واحدة ويكونوا خمس مباريات يكونوا في المغرب لكن ما هو السبب السبب هو من أجل إعطاء إشهار يعني يدير إشهار لبلاده من أجل قلب الطاولة على الكاميرون والتنظيم كاس إفريقيا في المغرب رغم أن المعلومات لهم عندي هنا في الاتحالية الجزائرية وين راهم؟ يعني في تواصل مع الزوتال لزوتال في الكاميرون يعني راهم في الزوتال راهم الاتصالات راهم ينظمون كيفاش يكون رحلات كيفاش عم يدرسوا في كل شيء هذه بس يكون لاباكم وين تأثير هيئة باتريس يعني وين تأثير هيئة باتريس عكس رغبة الفيفا ورافضت للفكرة تعديل قانون المعلن عنه سابقاً والقاضي باللعب زهاب وإياب نيوين الحاج راه راسل والله العظيم أمنون الحاج راه راسل بأمس بأن القانون جاء أرسل لهم يعني جابها من الفيفا جابها من الفيفا باللي القوانين ما غادش يتغيروا والإتحال الإفريقي ما غادش يغير ناس راي تحدر ناس تعليق قال لك باللي نيمار أموها جزائلية هذو تأمن فيهم ناس اللي قال لك باللي دروغبة جد بابة جزائلي هذو تأمن فيهم هذو تأمن فيهم هذو الصعابة تعال خملاج هذو يهدلك في الفيفا بكواه واحد رد عليها قالوا يشوفوا راو راوة يو راو راوة ختمها وكملها راو راوة ختمها لك يوعد القل كمشي الحاج راوة نقولها لك ونعودها لك كمشي الحاج راوة المباراة على العودة لإصحابكم هذو كرحوا صوروا أعلى هبا ولا هبا ولا هبلا ولا معكي صورواها وقالوا كانوا غادي تلعبها في المغرب تلعبها في المغرب ولا في تونس في مصر قل لها جاي تعيروا الرجالة أنتم مليخ خاتش على ما عندوش الوقت بش يرد لكم ما خاصوش هذو هذو الناس خدموا في الخافاء ما عندوش الوقت بش أنت تبينه كاين الناس مسؤولين يعيد بيخرج بيخرج القياس مشروع يعيد كما كان يدير برناوي يقول لك واصح الشباب ورياضة في زيارة خاطفة للملعب براقي ونبدأ عيط قالوا يادر عجبتكم يادر عني مليح عيط للصحابة ونبدأ تقول لهم رجالة تخدمات بانش رجالة تخدمات بانش غيميثان نعطيكم حاجة اللي بيينتقل صح شو مفاوضات كرايساريا بين فالنسيا وفياريال على عيساماندي شوفوا مكاشو هذرها أنا اللي وره نقولكم فيها مكاشو لا يهدر فيها أنا اللي وره نقولكم فيها شو انتقالات كيكونوا من تحت تحت مكاشو هذرها يهدر عليك لا مدرب لا صعافي لا ولا تسيبك روح شو الناس وانتسير هاي باتريس عكس رغبة الفيفا ورفضها لفكرة تعديل قانون المعلن عنه سابقا والقاضي باللعب ذهاب وإياب يهدر هذه هذه غصة خافة المصرية دارتها وربدوها تواعنا ربدوها تواعنا تعفيتنا برك على مكانها هنقولكم معا وسيتم حسم الأمور في يوم يوم الخامس بالقاهرة بمناسبة اجتماع اللجنة التنفيذية والذي سيكون مقترح موضوع على طاولته لتنقاش والله لم يضحكوا وكي صحافين هنا جزائل يعرفوا القوانين مليح ويعرفوا خابايا والله لم يضحكوا على هذو الناس اللي تسيبهم في الإيذاء يا عباد الله ما هو قانوات خاصة رسمية تتكلموا على حاجة ما تعرفوا سي القوانين عندكم الناس يخدموا عندكم الناس عندكم لي ميكرو واحد ما يعرفش ما يعرف السيتة الفيفا الحقاني الحقيقي الحقيقي اليوم 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 كنت معا ارسلوا لنا السيتة الحقيقية على الفيفا والله ما نرسلو لكم انتم صحافيين انتم طيارة تيرون انتم اللوم انتم التيرون انتم مغنيديزر انتلق انتم جومارون انتم التيرون يقول لكم اجيب انتم انتم عندكم تعرفون انتم التمرون اعطيكم الروابط عندكم روابط روح لا تتدي هيا لا تتدي هيا لا تدي انا ندى انا نقي نقي انا نقى انا نقص انتم تتحدى إذا كانت مباراة واحدة ستكون رايح والمباراة أنا ندير على الحاج محمد راوراوة أنا ما ندير على الخملات أنا ندير على المقربين من عند الحاج محمد راوراوة كي يعطوني المعلومة روح ترقد أنا كي ناس مقربين من الحاج قال لك المباراة تعجيبوتي ستتلعب في مصر وفرقة هيرا أحضرها أحضرتها قدامنا تخرج خرجت لم أقرأ الناس من الوادي قلت لها قد يربو في الإسماعينية وعادوا في برج البحري وعادوا في برج الكيفين وعادوا في كلية الحربية واحد من رعبو في القاهرة قلت لكم باللي النشر سنعبوهم في بلادهم ولعبناهم في بلادهم الناس من الاهدر سنعبونا بالناس وعادوا في البلاد وعادوا في البلاد وعادوا في البلاد أنا نجيب الرسمي من عند المقربين من عند السيد الحاج محمد راوراو نجيب من عنده من عند المقربين يعطوني رسمي وعادوا في البلاد شعرا قلت لهم وسيتم العزم نافت نظرة أن الخض حاليا بقوة القانون سيكونون معنيين باللعب في ملعبهم في دور الفاصل ولكن الإشكال المطلوح حاليا هو الضغط الراهيم الذي يفرضه المصريين مستغلين نفوذهم داخل أسوار الكافة التي يتواجد مقرها على أراضيهم لتغيير نظام الفاصل وين يترق الفراعين كل الأبواب من أجل التخلص من نظام ذهب والإياب الذي يجعلهم يلعبون خارج ديارهم يعتبرون خارج طوب خمسة الأوائل الأفريقية إفريقيا وتم التعرف رسميا عن المنتخبات التي يمكن التوجه وين تواجه الخض في مواجهة الفاصلة مؤيلة لموديال كما سيواجه أبطال إفريقيا خلال مواجهة الفاصلة المقرر الشهر مارس المقبل أعد منتخبات الخمسة وهي المالي كاميرول غانا الكونغو الديمقراطية والمنتخب المصري كما ستجري عملية القرعة يوم 18 ديسومب مقبل على هامش نيائي كاس العرب للمنتخبات فيفا المقررة بقطر وفي الوعاء الأول سيكون المنتخب الوطني إضافة إلى نيجيريا تونس المغرب وكذلك المنتخب السينيجالي وبلغ المنتخب الوطني ملحق مؤهلات منافسة مقررة بقطر بشكل أنفس كما جاء تأهل إلى مباررة الفاصلة بعد تعادل بأدفين في كل شبكة أمام بورك نفسه بالملعب الشهيد مصطفى تشاكير بالبليدة وين نقولوا بلي غادي نلعبو ونقول هايكم ونعاود يا المرضى يا المرضى يا المرضى تعفعيش بوك برك غادي نلعبو آلي روتور قضي الأمر نجرى القلم نجرى القلم مش القلم خلاص المصاروه رمي يتنابحوا اللقجاع كان يحوز كيفاش المصاروه ينجحوا ونبادي يقضب لي بارتي يديروا عنده في بلاده ويرعبوا المباررة الفاصلة الخمسة في بلاده ما حكمتش ما حكمتش عرفها بلي اللقجاع عرف بلي مكياش فيها ما فيهاش ما فيهاش هجمعه عليش تروحوا تسائل الإعلام بتاعنا يدعم في المصاروه بطريقة طريقة خبيثة ذكية ضد المنتخب بلاده صحافته أنا تحية الجزائر وتحية الرجال الخافاء وشكرا سيد الحاج محمد راورور شكرا شكرا شكرا